اهلا بكم في قناتي لأول مرة على اليوتيوب موقع مجاني تماما لصناعة المحتوى اتمنى لكم الاستفادة من هذا الفيديو والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب تكونوا بخير لأول مرة على اليوتيوب هذا الموقع المجاني الوحيد يلي بتقدر من خلاله انك تعمل فيديو بالزكاء الاصطناعي وتخلي الشخصيات الموجودة بالموقع تقول اي كلام رح تكتبه باللغة العربية او اي لغة بدك اياها وهاد كله مجانا بس لحد امتى ما بعرف مشان اذا شفت الفيديو بعد فترة وكان في تغيير بالموقع ما تحكم علي غلط انت استغل هاي الفترة النجانية واعمل فيديوهات كثير واحفظها عندك واستخدمها بشكل مجدول بهذا الفيديو رح ركز على اداتين بس والموقع عم يعمل تحديثات لسه يعني اذا صار اي تغيير رح اعمل فيديو تاني هذا اسم الموقع نيرو.ai ولحتى ندخل على الادوات رح دوس على create free ai videos بعدها رح يفتح لي علامة تبويب جديدة وتظهر لي هاي الصفحة وهون على يسار الشاشة رح يعطيك الادوات المتاحة بهذا الموقع حاليا رح نجرب اول اداة وتالت اداة اول اداة هي انك تخلي اي شخصية من هدول تقول يلي بدك اياه باي لغة بدك اياها وبالنسبة لنا اهم شي اللغة العربية من هون رح نختار الشخصية وانا رح اختار هذا الشخص مثلا وبهذا المستطير رح تحط النص يلي بدك اياه او بتقدر تعمل generate script عن طريق الموقع دوس هون على generate script وهون رح نعطيه فكرة عن الموضوع يلي بدنا اياه وهون رح تحط له الجمهور المستهدف وبعدين بنعمل generate بس هاي الميزة ما شغالة باللغة العربية فانا رح اجيب نص من اي موقع تاني وحط بهذا الموقع انا جبت هذا النص واقصى عدد للحروف بالمرة الوحدة هو 250 حرف ومن هون رح اختار اللغة والموقع مقسم اللغة العربية لجميع اللهجات انا رح اختار حاليا اللهجة المصرية ومن هون رح نختار الصوت ورح تلاقيه مقسمهم على حسب العمر مقسم الاصوات على حسب العمر يعني هون بيقلك ان هذا الصوت لواحد عمره 26 سنة وهذا صوت شخص عمره 45 سنة فحاليا نحن رح نختار مثلا وسطيا 30 سنة وبدوز على save هلا هاي الميزة يلي هون دسة ما تفعلت بس نبين انها رح تخلي الكلام يتقال بطريقة طبيعية او غاضبة او سعيدة انا هيك متوقع يعني هلا قبل ما نعمل generate للفيديو لاحظون انه انت ممكن تغير خلفية الشخصية دوس على change background واختار واحدة من هدول الصور او ارفع صورة منهم وبعدين مدوس save والموقع هون بيقلك ان الخلفية يلي خطرتها رح تلاقيها بالنتيجة النهائية وكمان فيه ميزة بس لسه ما تفعلت وفيه انك تعمل custom avatar ورح نخليها لوقتها هلا بعد ما تخلص الاعدادات كلها دوس على generate video وبهاي الخطوة رح يقلك اعمل تسجيل دخول انا رح سجل دخول عن طريق الجيميل وبعدين رح دوس مرة تانية على generate video بس قبل ما اعمل هاي الخطوة لو انا تركت النص من غير فواصل فهو رح يقرأ من غير اي فاصلة ورح تلاقي التسجيل منه مصبوط ومنه منطقي فمشان هيك انت حاول تقسم هدول الجمل لمقاطع وبين كل مقطع ومقطع حط نقطة وبعدين اعمل generate video خلال دايتين او 3 دقايق تقريبا رح تلاقيه عرض لك الفيديو على نفس هاي الشاشة بشكل تلقائي واذا حابب انه هو يبعث لك ايميل رح تكتب ايميل لك هون وبعدين دوس submit وهي كانت النتيجة رح يشغل من هون الرياضة المنتظمة تعني الانتظام في القيام بالتمارين الرياضية وغيرها من الانشطة الرياضية التي تحرك الجسم وتزيد قوته وتساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية فيه هلا اذا بدك تنزل الفيديو رح تدوس على هدول 3 نقاط من هون وبعدين download واذا حابب ترجع تعدي الفيديو رح تدوس على edit video واذا حابب تعمل فيديو جديد رح تدوس على generate new video هلا تاني اداة معنا وهي تحويل النص الى صوت هاي الاداة كمان مجانية والموقع بيوفر لك اللغة العربية وجميع اللغات التانية هون رح نحط النص اللي بدنا اياه وعدد الحروف بكل مرة هو 1500 حرف اذا ملاحظ هون يعني لو عندك مقال او نص بيتكون من 3000 حرف رح تجي وتقسمه على مقطعين وبعدين رح نختار اللغة العربية ورح تلاقي الموقع مقسمون على حسب لهجة كل بلد رح حط النص هون ومن هون رح اختار اللهجة المصرية وبعدين من هون رح اختار نوعه وعمر الشخص يلي رح يقرأ على سبيل المثال رح اختار بنته وعمره 25 سنة وبعدين دوس safe وهي الميزة لسه ما تفعلت كمان مثل ما حكينا بقسم عمل الفيديو بالذكاء الاصطناعي واخر شي رح تدوس على generate speech وبعد دقيقتين تقريبا يعطيك النتيجة على نفس هاي الشاشة ومن هون بتجرب الصوت الرياضة المنتظمة تتعني الانتظام في القيام بالتمارين الرياضية وغيرها من الانشطة الرياضية التي تحرك الجسم وتزيد قوته وتساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية فيه واذا حابب تعدل الصوت بتدوس على ايدة اوديو واذا حابب تعمل اوديو جديد بتدوس على generate new audio واذا حابب تنزل هذا المقطع الصوتي رح تدوس على copy link بتعمل نسخ للرابط هاي وبعدين بتفتح علامة تبويب جديدة وبتلسق الرابط وبعدين بتدوس enter وبعدين بيفتح لك الاوديو بعدين بتدوس على 3 نقط من هون بعدين بتدوس على download بعدين هون بيسألك وين بدك تحفظ الملف وهي صيغط الملف mp3 وبعدين بتدوس على save ووس هيك هذا كان فيديو اليوم بتمنى انك تكون استفادت ياريت تعمل لايك واشتراك بالقناة وشكرا السلام عليكم اشتركوا في القناة